اللي ماتوا في غزة لحد دلوقتي 7703 من بينهم 3195 طفل و1863 سيدة و414 مسنة ووصل عدد الإصابات إلى 18484 و2000 مفقود تحت الأنقاض نقابة صحفيين الفلسطينيين أعلنت أنه من بداية العدوان على قطاع غزة استوشهد 25 صحفي فلسطيني وصحفي لبناني والمراسل وائل دحدوح اتعرض منزله للقصف واستوشهد أفراد من عائلته منهم زوجته وابنه وبنته أما بقيت عائلته عندهم إصابات خطيرة ورغم كل ده رجع لشغله ونزل فيديو وقال أنه من وجبي رغم الوجع ورغم الجرح النازف أن أعود سريعا وألتقيكم من خلال عدسة الكاميرا وفي بيان نقابة الصحفيين أكدوا أن الاستهداف واضح للصحفيين من البداية وده بسبب انتشار الأخبار عالميا والغضب الشديد تجاه الاحتلال وعشان يمنعهم من نشر الأخبار استهدفوا بيوتهم ودمروها واحتجزوا ومنعوا الصحفيين من العمل غير التعدي بالضرب وكسر معدات التصوير ودمروا مكاتب الأعلامية عشان يمنعوا البس وكمان قطعوا عنهم الانترنت وكل وسائل الاتصالات والناس على منصة X اللي هي تويتر سابقا طلبوا أن جميع الشركات المصرية للاتصالات تسمح لأهالي غزة باستخدامها وعملوا هاشتاج اسمه شبكة مصر الغزة وهاشتاج تاني اسمه لمطالبة إيلون ماسك بإتاحة الانترنت الفضائي للفلسطينيين في غزة وفي النهاية لنملك كل الدعاء يا رب انصر الشعب الفلسطيني يا رب انصر أهل غزة اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم اشفي مصابيهم وارحم شهدائهم